اليوم الاحتفال بالعالم المرأة كان علينا لزاما أن نبين للجميع أن المرأة اليوم تلعب دور طلائع في 200 مستهدمة ببلدنا فالمرأة هي التي تربي الأجيال الصاعدة ويمكن أن تربي في الأجيال الصاعدة الحب في البيئة والحفاظ عليها والتنمية الشاملة للبلد وبالخصوص التنمية المستدامة هذه الطاولة المستدامة كانت بشاركة مع جمعية دعم لغير يشاركوا فيها خبراء وفيها أساتداء أكاديميين لغير ترقوا لهذا الموضوع مقاربة النوع التنمية المستدامة ودور المرأة في الحفاظ على البيئة فبالجامعة المغربية هناك اليوم اهتمام بهذه المواضع دوراهينية ولقد بعد جائحة كوفيد 19 تبين لنا أن للمرأة دور طلائعي المرأة كطبيبة كممرضة للعبة واحد دور كبير في هذه الجائحة ولكن المرأة كذلك لكانت لعبة واحد دور لهو اجتماعي وبالتالي من الواجب علينا أن نتضامن في هذا اليوم مع المرأة وأن ننخلط جميعا ونتمنى دائما أن تتبوأ المرأة الصدارة في المسؤوليات وأن تحقق ما نصب إليه في هذا البلد الأمين تحت الرعاية السامية لصاحبي الجلالة الملك محمد السادس الذي أكد في العديد من خطبه عن العدالة الاجتماعية عن مقاربة عن نوع عن دور المرأة في التنمية فلذا يجب الجميع أن ينخلط في أن تلعب اليوم المرأة هذا الدور التلائعي وأن تلعب هذا المرأة دور في التنمية المستدامة في الحفاظ على البيئة في تربية الأجيال الساعدة حتى نحقق ما نصب إليه في هذا البلد فالحمد لله اليوم نقدر نأكده بأن بالجامعة المغربية عدد الطالبات يفوق عدد الطلبة وهذا مؤشر جد إيجابي فاليوم بالتعليم العالي هناك طالبات هناك بعض تخصصات لتلقى 70-80% هم طالبات وهذا يتلج الصدر الأوكيبي بأن المرأة المغربية حققت واحد الصبق وحققت الأهداف ديالها والحمد لله اليوم من يتشوفوا حكومة ديال صاحب الجلالة ولا كذلك البرلمان تشوفوا أن عدد النساء في تزايد وهذا يطمئن واليوم كذلك المرأة تلقوها في القيادة في الرياضة واللي عندها عدة مسؤوليات في العالم القروي طبعا لعبت ولازلت تلعب المرأة دور مهم ويجب أن نحارب جميعا الهشاشة وأن نحافظ على المرأة القروية وأن نحاول أن نرفع من مدخولها وأن تنخرط في المجتمع وفي التنمية المستدامة لأن في العالم القروي يجب أن تكون هناك بعض الأرباح للمرأة القروية ولكن لا ننسو أن هذه المرأة تلعب واحد دور كذلك في الحباظ على البيئة والغابة والمياه بالعالم القروي الندوة اليوم هي في حقيقة تأثي في إطار برنامج شاراكة مع برنامج دعم للتابع السفر البريطانية إذن فهو شاراكة ما بين جامعة مولي إسماعيل وهذا البرنامج وفي درجة أولى من طرف كلية العلوم القانونية وقصدية والجماعية بمكناس إذن هو برنامج سيمتد على أكثر من ثلاث أو أربعة أشهر سيكون فيها على الأقل خمسة للأنشطة منها أربعة ذات طبيعة علمية أكاديمية يعني عبارة عن طاولات مستديرة بالإضافة إلى خرجة جماعية إلى منطقة أطلس دائما في نفس تيمة هذا البرنامج هذا اللي كيتم في إطار شاركة كيف مقصد مع برنامج دعم وما بين كلية العلوم القانونية وقصدية والجماعية اخترنا لوكا كمشرفين عليه واحد الموضوع أو واحد تيمة موحدة اللي هي تيمة دي النوع فقد نتعرض للمقاربة للنوع مثلا اليوم من خلال مسألات البيئة أو سؤال البيئة كما يستطيع تعرض لنفس سؤال خلال المواد المستديرة القادمة ولكن من وجهة نظر أخرى بما فيها مثلا النوع والسياسة النوع المشاركة النسائية إلى غير ذلك فهي مجموعة من المواد المستديرة ذات نفس التيمة ليتيمة النوع اختيار هذه هذه التيمة ما كانش من فارغ جاء بداءا على مجموعة من الدراسات والتقارير وأيضا مجموعة من القناعات هو أن اليوم دراسة النوع ومقاربة النوع هي مقاربة أساسية في العمل التنموي هي مقاربة حقوقية بالدرجة الأولى أي أنها مقاربة تنطلق من منطلق الحق إعادة الحق وإعادة التوازن للنساء والرجال في موارسات حقوقهم وأيضا واجباتهم ولكن منطلق النوع جاء كمقاربة حقوقية عصرية من أجل إعادة النظر في العلاقات الاجتماعية وفي الرؤى والتمثلات الاجتماعية السائدة حول أدوار كل من الرجل والمرأة داخل المجتمع اليوم نحن كمجتمع وكدولة نحن أمام مرحلة تاريخية للتنمية اليوم نتحدث عن مدرجة النمو الجديد أو نتحدث عن طفرة مثلا في الديمقراطية المغربية لا يمكن أن تتم هذه الطفرة ولا يمكن أن يتم هذه التحول إلا بمشاركة كل الطاقات الفاعلة داخل المجتمع نساء ورجال يجب الاعتماد ويجب التعامل واستعمال واستفادة من كل الذكاء الجماعي للنساء ورجال داخل المجتمع أكيد أن المغرب يحمل هذه القناعة والعديد من القوانين حاولت أن ترسخ مقاربة النوع داخل السياسة العمومية ربما من أشهرها المعروفة هي المسألة متعلقة بالتمييز الإيجابي أو الكوطة داخل الانتخابات والتي سمحت بانتقال نوعي وانتقال كمي في حضور المرأة داخل الحقل السياسي لكن الملاحظ أن لا زالت مقاربة النوع لم تتحول إلى ثقافة حقيقية يعني تنعكس على السلوك اليومي للمحسن الفاعلين المدنيين والسياسي والاقتصادي لا زالنا نرى بأن المرأة لم تصل البعض إلى مجمع من المناصب على مستوى القطاع الخاصة وقتع العام لا زالنا نلاحظ بأنه على مستوى المنتخابات لا زالت صويت هو صويت الدكوري لا زال المنطق الدكوري والمهيمة مثلا في توزيع التسكيات وتوزيع المناصب إلى غير ذلك إذن لا زالت مقاربة النوع لم تحضر كثقافة في سلوك الفاعلين المدنيين والحزبيين وكذلك داخل الدولة إذن اليوم نحن هنا بحث أن نحولها إلى ثقافة إلى قاناعة إلى مبدأ يؤسس السياسات العمومية ويغير مع علاقات الرجال والنساء داخل المجتمع المغربي اليوم 8 مارس هو اليوم العالمي لحقوق المرأة وفي هذا النطاق نضم برنامج دعم بشاركة مع جمعية إفكر بمولين دريس زرهون وكلية الحقوق بمكنس مائدة مستديرة حول الموضوع التنمية المستدامة البيئة والنوع الاجتماعي فبرنامج دعم هو مبادرة من السفارة البريطانية اللي بدأت في المغرب في 2017 اللي كتهدف على تقوية القدرات الجمعوية بشكل عام وبشكل خاص تقوية القدرات ديلها في الترافع والبحث الجمعوي وبالنسبة لهذا النشاط اللي نضمناه اليوم بالضبط جاء لأن النساء هماليكي تحملوا لعب الأكبر في الكوارث الطبيعية في التأثيرات السلبية ديال التغير المناخي وماليكي تحملوا هدك حتلعب نفسي على وجود الحلول لهذا المشاكل فمثلا في المغرب الأغلبية ديال العاملات في المجال الفلاحي هما نساء هم هنا نساء إذن هذا المائدة المستدراجات كفرصة لفاعلات جمعويات وللباحثات في هذا المجال لأنهم يعطوا رأيهم ومواقفهم من بر كنساء لمعنيات بتنمية المستدامة الرهانات متعددة اللي في حقيقة جوز المحيط العائلي المحيط المجتمعي المحيط الاقتصادي الوضع يمكن ديال التغيرات المناخية السياسات العامة وفي الترتيبات ديالها وفي طرق الإدماج ديال العنصر نسوي والعنصر طبيعة الحال البشري بشكل عام الرهانات ديال اليوم في حقيقة اللي بغينا نشوفه هو واحد الوقفة ووقفة نقاش حوار تدارق واحد مجموعة ديالأخطاء واحد مجموعة ديالمسائل اللي ارتسامات اللي كان ناخدوها بحال شكل ديال مسلمات اللي في حقيقة يجب الإعادة النظر فيها ومن بينها غالبا ما يمكن البيئة محلية عندها واحد كتحكمها واحد الصبغة الرجولية ولكن النساء عندهم واحد دور كبير في تدبير شأن البيئي والشأن البيئي عندهم ينعكاس على العائلة على المجتمع على الطفل على المحيط اللي يعيش فيه الإنسان بالمفهم دياله الواسع رجل ومرأة العائلة ونظرنا هذا هو اللي اللي يمكن تدارقوا هذا الموضوع باش يكون واحد الحوار بالناء في إطار الجامعة ديال الحقوق والعلوم الاقتصادية إذن هذا الطوارث ديال هاد التمثلات اللي في حقها من مجتمعات قديمة اللي مازال سارية لحد الآن بالرغم من واحد مجموعة ديال الإدماج ديال المرأة سواء في الحياة الاقتصادية الاجتماعية السياسية الشغل الفضاءات الحضارية إلى خيره يبقى عوامل ديال الإقصاء مازال متواجدة ومتجذرة لنخصها في حقيقة واحد المجموعة ديال المسائل اللي يمكن تخلينا نضافره باش يمكن نخلنا اقتلاع هاد المسائل من الجذور ديالها المسائل اللي يمكن هادين أركز عليها نعطي كمثال مثلا غير النظام ديال القوطة في الانتخابات اللي حد الآن مازال كنقولو القوطة واش القوطة في إطار تشريعات اللي كاينة واش في حقيقة كالضمن إدماج المرأة في إطار في إطار واحد كفاعل مجتمعي جاد وربما سيمشو في النظام ديال اللي يمكن كتحكم واحد مجموعة ديال اللي كتخلي بالنصف المجتمع كيساهم في الإدماج دياله هادي من ناحية ومن ناحية أن يحتفح قيلة المرأة ما مقصناش نحضوها في شكلها المفرد المرأة هي جمع بلوغيال علاش إنه كالمرأة القروية المرأة في الحضارية المرأة في الوسط المستويات الفقيرة المرأة في مستويات إذن كان واحد مجموعة ديال المستويات اللي كتعكس الوضعية وكتكرس واحد مجموعة ديال التمثلات اللي يفحقها اللي تكون من نقيض إلى خيره خلقات واحد الوضعية اللي اسمتها إبريد واحد الوضعية اللي بفحقها اللي في واحد مجموعة ديال الإدماج من العصرانات التمثلة التقليدية إلى خيره اللي كتحكم لحد الآن المزال الوضعية في ديال المرأة في مجتمع ديالنا اشتركوا في القناة